استقبل معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى سردار أياز صادق رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية باكستان الإسلامية والوفد البرلماني المرافق بمناسبة زيارتهم لمملكة البحرين رئيس مجلس الشورى عبر عن شكره وتقريره على المواقف الأخوية الأصيلة لباكستان ووقوفها وتضامنها ومساندتها لشعب البحرين في أصعب الظروف والتي تأتي تجسيدا لعمق العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والذي لا شك أنه يصب في مصلحة الأمة الإسلامية والدول الأسيوية كافة وأكد دعم السلطة التشريعية لمزيد من علاقات التعاون بين البلدين على جميع الأصعدة وذلك بالنظر إلى القواسم المشتركة التي تجمع بين البلدين في هذا الجانب خاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية البحرينية التي تتفق مع نظيرتها الباكستانية على همية التواصل والحوار على اعتبار أنه أفضل وسيلة للتفاهم الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام المواثيق الدولية التي تؤكد على سيادة الدول من جانبه أكد معالي السيد سردار أياز صادق رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية باكستان الإسلامية على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين مشيدا بالنهضة التي تشهدها مملكة البحرين مبينا ضرورة تقوية التعاون البرلماني الثنائي بين البلدين وتنسيق المواقف المؤتمرات والفعاليات الدولية لخدمة المصالح المشتركة